كيف تصنع من طفلك رئيساً للجمهورية؟ دي حملة بتهتم الأطفال من أول الولادة لحد سن 7 سنوات معنا أستاذة هانا ردوان صاحبة الفكرة مش شايفة أنها فكرة تقلق شوية وخصوصاً للأيام دي؟ تقلق علشان الرئيس يعني؟ يعني رمز رئيس الجمهورية ممكن يبقى يعني؟ هي الفكرة هو طبعاً هو الرئيس الجمهورية ده رمز مش احنا مش عاوزين نطلع رئيس الجمهورية تحديداً ويا كده يا بلاش هو ده رمز بس احنا عايزين نطلع ليدر عايزين نطلع رئيس وزراء عايزين نطلع حد إداري ناجح كيادية يعني معرض كيادية ايوة احنا كمان 25 سنة هنحتاج نستورد رئيس لا 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 أنا معترض عالضيفة 25 سنة اتصرفوا باللي موجود لحد مناهم الوحد 25 سنة لا وياها لا خلي بالك انه هو من سن سنة لسبع سنين من سنة الولادة من ولادة كبير الفترة بتتاوي ايوة صح عشان ما ينقش في لول يبقى لازم بيتولم عزل هي الفكرة ان بعد سبع سنين بقى خلاص خرجنا من موضوع التربية ودخلنا في موضوع نعالج بقى مشاكل سلوكية ونفسية عند الطفل لان سبع سنين ده خلاص هي الفترة الزهبية هي من اول الولادة لحد سبع سنين ليه من انت قلت طبعا بعد كده مندخل في مشاكل تانية والمراكة من الولادة لغاية سبع سنين نقدر نعمل ايه في السن ده كل حاجة ايه بقى يعني هو كل حاجة بدي تعمل في السن ده تمام الفكرة يعني مثلا فكرة الندوة بتاعتنا احنا ما بنديش ما بنجيبش اولية الامور او هي معمولة للناس كلها مش لحد معين ما بنجيبهمش نقول لهم تعالوا تتصرفوا ازاي في العندة طب هتعملي ايه لما ابنك يعمل كذا لا احنا بننزل لهم زي سوفتوير جديد يعني في وجهة نظر احنا كلنا متبنيانها من غير ما ناخد بالنا خالص احنا محتاجين غيارة هي ايه هي بتتلخص في نقطتين فعلا بجد من اول الولادة لحد سبع سنين بس احنا مش عارفين ان احنا بنعملها ايه هي بقى اول حاجة احنا بنعمل الطفل باحتقار شديد تمام الطفل اللي احنا بنبلعه بنحبه بنجيب له كل حاجات الغالية وبنعمل كل حاجات دي بس احنا لأ احنا بنعمله بدونية بنحسسه انه هو قليل والحاجات التانية بنقف في طريق انه هو بيتعلم تمام برضو ظنن مننا ان احنا بنعلمه ازاي بنعمله بدونية يعني اولا احنا بنفرض سلطتنا عليه وبنقمعه وبنضيقه وبنتحكم فيه من اول ما بيتولد انت الطفل عندك اول ما بيتولد هو قاعد جنين في بطن ومامته تسع شهور حدش ملك محدش بيقرب له حدش بيلمسه بعد كده برضو ملك بعد كده اول ما بيتولد بيتاخد يتكتف في كوبرتا صح بعد ما يكون بقى الضرب واتتعامل حاجات اللي بيعملوها بعد الولادة ويتكتف في كوبرتا ويده عاملة كده عشان ما يخربش نفسه تمام ايجي الطفل يعيني عايز مش لاقي مامته اللي هو قاعد في بطنها تسع شهور ومش عارف وقيد الدنيا اللي انا نزلت فيها دي صدمة كبيرة تمام عايز ياخد وضع الجنين مش عارف علشان احنا مكتفين ايدي يعني ده اول حاجة بنعملها للطفل اول ما بيتولد بنتصلط عليه كده بنبوث صورته الزاتية قدام نفسه انا بقولكو يعني قدف هالحاجات اللي مش ممكن انت تتخيلوها بس هو طبعا احنا بنعمل حاجات اكبر من كده بكتير تيجي بقى يبركولك بقى انت لسه والده فيبركولك الوحشة دي انت وحش كده ليه انت طلع وحش لمين بس بتقوليش ان هو بيسمعها وبيحز الكلمة دي الطفل بيفضل يسمعها الحاجة ما بيبقى عنده اربع سنين مثلا صح بس هو بيخزنها وبيستنى لما بيفهم معناها وبيسترجعها وبيعرف انه وحش